السلام بنات كي عاملين لباس عليكم بي خيمت منكم كاملين تكونوا على خير و بي خيمت وما كتشوبوا هاد الفيديو البنات اختكم عاد بدت في الحلوة وحتى ما بقى وقالوا اللعيد ولكن هاد شي اللي كتاب هاد المرة درتهم اخرى وخاكنت اولا نديرها بكري ما كتبش يوم ان شاء الله غادي ندير جويجات وغادي نتقسمهم معاكم غنعمل حلوة كتب وحلوة والحلوة اللي معروفين وكي عشقهم الكبر والصغر تبعهم معايا باش تشوفوا الطريقة ديالي ومكونات اللي كنعمل وكذلك كيفاش غننظم هاد الاشغال ديالي حيش غنديرهم بجوج بهم في نفس الوقت غادي ندير في الحلوة اللولة ان شاء الله اللي غا تكون غريبة غادي ندير ثلاثة دلبيضات ثلاثة دلبيضات البنات متوسطة الحجم والبنات راني بديت زعمها في معايا الجوج هكا قلت غادي ناخد لوقتها ما بين الجوج والرباهية اللي عانعمل فيها الحلوة باش مني ودلعه صار نكون انا يا زعمها كملتهم وفكت هذيك الروينة ديالهم وصفي هكا جمعت المكونات ديالي جمعتهم هما اللولين وبديت وصراحة مع الحرارة صعيب الحل شوية الحلوة لديك الشي قررت عانعمل غير وحده اللي في الفرد وحده عانعملها ما كتبشي وهو ما صراحة دلانواع دلالحلوة انا هما اللي كيعجبوني ما عزيش علية صراحة الحلوة اللي معاقدين بزاف مهمة ببنات على ثلاثة دلبيضات ضيفت كست سكر وضيفت صشية دلفاني وصشية البنات ديال زهرة البرتوقل اللي فيها واحد نسمة زوينة بزاف بزاف وكذلك بحال نسمة دلما زهر زوينة بزاف بالنسبة لأخوات اللي مكي يزعموشي عليها رهزوينة البنات تنفعكم في الغريبات وفي البسبوسات كذلك في العقدات اضفت البنات كست الزيت نفس الكاس اللي عبرت به السكر كاس العنبة اضفت جوج معلقة الكونفيتور استعملتها ببنات انا هاد الكونفيتور هادي ديال المشمش لطرائف اذا كانت السائلة من الاحسن وخاصة ايلا ما بقتش متواجدة في السوق مهمة ببنات خلطت هدوك المكونات جيدا ممكن طحنهم بالمولينيكس اضفت زلافة سميدة زلافة البنات ديال الحريرة عبرت انا بهاد زلافة هادي تقريغ غالبا غيكون عادة عند زلافة بحالها اللي فيها الوريدات في الزرق وكذلك الزلافة اللي عبرت بها السميدة هي نفسة ديال الكوك بالنسبة للكوك اللي بنات وباش تنجح لكم الغريبة ويجيكم مع اسلام اللاخل قولوا لو يعطيكم الكوك الفازق وحتى ما تجيبوه زيدو طحنه واحد طحينة سواء بالطحانة مولينيكس يعني بالطحانة ولا غير بهادك البحالي كان طحن بها انا للبصلة ولا شي حاجة اولا بالميكسور مهم طحنوها ضفت جوج خمارات ضفت البنات الخمارة اللي شتو ضفت جوج مفئة 7 جرام هي المجموع هي 14 جرام وخامة ننصحكم شبه هديك الخمارة اللي استعملت استعملوا البنات الخمارة ديال سبتة ولا الخمارة الحامرة اللي معروفة هاد الخمارة هادي دائما في الاخير كاتتنفخ الحاجة وكاتهبط يعني ما ننصحكم شبيها غطيت البنات الخالية ديالي وخليتو نص ساعة بغيتو الغريبة ديالكم جيكم واقفة غادي تخليوها مهم تقريبا 45 دقيقة حتى ينشف مزيان انا راني غير نص ساعة اللي خليتو يعني لجينا ببقى مجمعات شراسة مزيان مزيان والسرد الغريبة هو هادا البنات يرتاحو شوية حاد نكوروهم ماشي نقصحوهم بالكوك والسميدة باش يعني حتى التجمع العاجين لا كتبقى خفيفة ونغطيوها ونخليوها تشرب لان السميدة كتشرب هادا السر البنات من الاسرار ديال الغريبة دابا بديت البنات كنكور كنفند في السكر السقيل بالنسبة للسكر السقيل استعملوا سكر السقيل سبيسيال لكي يكون البودرة دياله بايضة ورطاب وصفيوه واللول عاد خدموه به غادي نبدا البنات ندهن ديال بزيت كنكور الغريبة ديالي كننحطهم في الصينية بالنسبة للصينية البنات انا فرش فيها هاد الورق ممكن يدهنوها بالزيت ترشوها بالضقيق او لا بزبدة وصفي الغريبة ديالي البنات انا كان بغيهم يجيوني كبارين وكذلك يجيوني ميجيوني شي غلايا دين بزيت من بعد ما كورتهم البنات كندوز هكا نبسطهم بالاسبوع الكبير بايش هكا كيتفل حوليه وفي نفس الوقت بايش يجيوني رقيقين احت انا بغي كان بغي نعملها بحل واحد الغريبة كتباع كنشوفها كتباع وكتعجبني كتعمل جوجدرها من الوحدة وعلى داك شي كان بغي نبسطها باش تجيني كبيرة وفي نفس الوقت كتشاقق داب البنات غادي ندخلهم الفران اللي النار تكون على هاد الحلوى ملفق ماشي ملتحت ملفق او للبنات اذا عندكم الفران كي شعل من الفق وملتحت في نفس الوقت شاعلوا عليهم في نفس الوقت ملتحت وملفق ودخلوا الغريبة ديالكم الطيبة وردوا لبال البنات مزيان مزيان لانك تحرق بسهولة من اللي وجحت فيها السكر السقل هنا البنات انا عاملها في الفران ومقابلها ما تخليوها شي تفوت هاد القياس هادا يعني الدهبي في حالة اذا شي فرض من الافرد الاسرة ديالكم كي بغي غريبة تكون محامرة هادك ماشي مشكل ماشاء الله هالبنات كيف كتشوفوك كتشقق كاملة وكتتنفخ كتجي زوين هاد المقادر ومضبوطة عالبنات غير هو بالنسبة للخمارة خدوا النصيحة اللي اعتدتكم يعني خدوها مني يعني تشريبة انا يعني جبت هاد رمضان ربعة ما ستقوليش زوينين دائما الحاجة في الاخر كتنفخ ولكن كتنقص الحلوة الثانية ان شاء الله اللي غادي نحتاج غادي نحتاج فيها الكوك استعملت جز لايف ديال الكوك وطاست ديال الحالب المحلى المركز هادا نيسلي يا البنات وبديتك نضيفه على الكوك ونخلط بنسبة البنات للكوك خدت غير نصف كيلو استعملت منه جز لايف هاد الحلوة ديال نيسلي وزلافة استعملتها في الحلوة ديال الغريبة وبقالية تقريبا زلافة يعني نصف كيلو اذا بيتدعملوا القياس اللي عملت انا را كافيكو هنا البنات خرجت الحلوة ديالي الغريبة ديالي منفران هيا حطيتها حدايا على ما تبرد وانا كنقور حلوة ديالي نيسلي ديالي قلصت البنات لان بهاد شي هذا اللي فيه غير تقور وذيك شي صراحة كم بغي نقلص لانا انسان كيعيا ومع باقي تباني نحضر الفطر بالنسبة الغريبة غتشوفوا البنات عندي واحد صينية شوية واحد صينية حامرة في الدار كيلي كيبغيها تكون محمرة وكيلي كيبغيها لا الاداك شي كنعمل هيدا يعني كنعمل خاطر شوية كان حمرو شوية لا صفي البنات مبعد مما فقدت الحرارة ديالها غادي نستفها هيدا في طبيصل كيعجبني انا دائما الحلوة مني نوجدها ضروري قدها في طبيصل ونشبع فيها شوفا عا نجمعها فسطة شكولي بحالي تخليها لي في كومنتر كان هدا الشكلة البنات الغريبة ديالي ما شاء الله كتجي من داخل معاسلة ومزيونة دكسة الشي البنات ديال زهرة البرتوقل كتضيف واحد منك هالي زوينة بزيف بزيف بالخصوص لهاد الغريبات اهنا البنات الحلوة ديالي غادي نزينها بالشوكولات اسود ممكن البنات زينوها بالشوكولات ابيض لي ما عزشي عليها الشوكولات ومبغتش تستعملو تاخد هاد الكويرات تفندهم غير في الكوكب بوحده اللي ما تعملش نهائيا الشوكولات راه غادي يلسق بالنسبة يمكن نسيت ما قلت لكم الحلوة ديال الكوك ما تكتروش الكوك بزيف مخصناش يجي قاسحة نخلي ونسلي اللي يغلب باش هكا تجي معلكة وزوينا وميجي شي ناشفوا هادك الكوكي وغل كذلك اذا كان ذيك الكوك يكون اذا كان الكوك غلية بزيف خاشن تهويه دوزه في المتحانة ويكون الكوك الفازق ما يكون شي الرطاب هادو بعض الاضافات دفتهم حيث ما قلتهم شي في الول البنات بعد ما عملت شوكولات كحال زينت بالكوك بقالية ممكن البنات تزينو بخطوط الشوكولات او لا بالفيرميس الاسود او لا ابيض انا عملت غير هكا الكوك فقط ممكن ما تعملون شي تحاجة تخليهم غير في الاسود التزين كيبقى على حساب الاختيار هاد الحلوة دير الشوكولاتة البنات تحتفظوا بهم في التلاجة ممكن ذيك الكويرات ديال النيسلي تعملوا لهم في الوسط ديالهم الشوكولات طريفة الشوكولات او لا اللوز محمر بالنسبة للوزة البنات يكون غير محمر ما يكون شي ملح يصف يكون لكويرا كتعملوا لوزة في الوسط منها هكا غير يعجبوا الاطفال كتر ممكن كذلك تضيفوه الشوكولات اي نوع ديال الشوكولات اللي كتفضله في الوسط اهنا البنات شكيلة ديالي قضيتهم في التلاجة باش يوضحوا لكم اكتر في الصورة كان هدوه مشكي ليالهم هدوه من من ايضار ديالهم تمنا ينالوا الاعجاب ديالكم اه كان قول لكم البنات واشركم باركة مسعودة يدخلها عليكم ربي بالصحة والسلامة وبطل العمر وبكل مكت منه وبالنجاح لوليدتكم جميعا وتحية كبيرة لكم الكاملين وحدة وحدة احبكم في الله دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة